ويرسل القيادي بدولة القانون قطاع الركاب مشهدا مختلفا عن قلق الانقسامة بالإطار التنسيقي بتأكيده قرب تشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب تضم القوى الشيعية والسنية والكردية تمهيدا لتشكيل حكومة توافق وطني بمشاركة جميع الجهات السياسية دون أقصاء عكس الأغلبية التي ينادي بها التيار الصدري بمشاركة جزء من الشيعة والسنة والكرد وتبقى الأطراف الأخرى خارج الحكومة وفي جانب الأخر يرهن الصدريون على توافقات شبه مضمونة مع تحالف تقدم أو الديمقراطي الكردستاني ونواب مستقلين وأبعض قوى الإطار المقتنعة لتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة بسهولة تبقى الكلمة الفصل لتفاهمتها ربع الساعات الأخيرة التي تقترب من صدمة تصديق النتائج